التركيز هو كل المحيط بده لكن الأهلي كان بيحارب كان بيحاول كان بيسعد الحصول على حقه على مستوى إقامة المباراة في مكان محايد بالنظر لأن المكان اتحدد بشكل متأخر جداً ما أثار علامات استفهام عديدة لكن البيانات وكترها هل اللعيبة كانت خرجة عنده هل الدفع المعنوي كان موجود آه أنا شايف أنه كان موجود يعني المسلماني مباريح قالها بشكل صريح مع كل المعطيات دي الفوز باللقب الثالث هنا وهو بيقصد المغرب هيكون أمراً تاريخياً مش بيتحقق بسهولة فأعتقد أن ده كله كان المفروض يتحول إلى دافع نفسي وذهني للعيبة الأهلي النهاردة لكن كنحية نفسية أنا ما حستش أن لعيبة الأهلي النهاردة هو ده اللي مستنينه منهم هو ده التركيز المنتظر من لعيبة الأهلي المعتاد في مثل هذه المواقف مسماني نفسه ربما تدخلاته الهجومية في الآخر ربما مع تراجع منطقي للوداد أدت إلى خلق بعض الفرص للأهلي لكنها لم تكن بنفس الشراسة المنتظرة الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة كان متواجداً كمجلس الإدارة بالكامل وقت المباراة ووقت تسليم الميداليات اللي توج بها الفريق الشقيق المغربي اجتمع الخطيب مع جياني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومتسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبحسب هذه اللقطة تحديداً وهذا الحوار تحديداً قرأنا بشفايف الكابتن محمود الخطيب قوله لم يكن عدلاً طبعاً المقصود بإقامة المباراة في هذا الملعب وبالتالي في هذه الأجواء اللي هو الجماهير وأرضية الملعب كانت ممتلئة باللون الأحمر اللون الودادي اللي ارتدى النهاردة الزي الأبيض في المباراة علامات الحزن كانت وما زالت واضحة على وجهه أسطورة الكرة المصرية بيبو لكن هي كرة القدم في النهاية وده هيخلينا نروح لنقطة أبعد شوية الوراء لحد إمتى هنبقى رد فعل لحد إمتى يكون قدامك أنت اختيار أنك تبقى صاحب حق وانت تقول لأ وبعد كده رجعت ونادي بحق رأيت أنه مسلوب منك إحنا كدولة كوزارة رياضة كأندية لماذا لم نطالب أن نستضيف دوري أبطال أفريقيا إحنا كبش مهندس هاني أبو ريدا رئيس أو رئيس الاتحاد المصري السابق عضو المكتبين التنفيذيين سواء في الكاف أو الفيفا ما شفتش أنا النفس الحماس اللي اتخذه الجانب المغربي من أجل الحفاظ أو الحقوق اللي ممكن تحصل عليها في هذه الأجواء حاول الأهلي بكل مجهوداته ولكن يبدو أنها لم تأتي بالنتيجة الإيجابية بل جاءت بنتيجة عكسية بأداء غير مقنع في أرض الملعب النهاردة ده أكيد هيودينها لبعض المستويات الفنية هنتكلم عليها النهاردة مع الكابتن علاء نبيل كمان شوية لأنه مع كل التقدير لمجهود ومشوار سفر فيه الأهلي يمينا ويسارا شمالا وغربا يعني شمالا وجنوبا إلى جانب الغرب والشرق في مختلف دول القارة الإفريقية مع كل التقدير لكن المستويات النهاردة استننا من بعض اللاعبين أداء أفضل أحمد عبدالقادر مش ده المستوى اللي إحنا اللي أنت بنيت لنفسك وبنيت للجمهور صورة عنك الليك ممكن تقدمه في مباراة النهائي النهاردة حسين الشحات نفس القصة طاهر قدم شوط أول جيد هو بيرسي تاو لكن الشوط التاني يمكن مع تراجع مستوى الأهلي ككل ما شفناش الأهلي بيظهر في منطقة نص ملعب